ولثقتي كمواطن عراقي بأن الرجال الرجال عليهم واجب الوفاء لشعبهم ولأهلهم ولناسهم والذي تمثل بموقف رئيس تحالف سيادة الشيخ خبيس الخنجر يوم أمس فكان أول المبادرين لوأدي هذه الفتنة بتحرك هو وأخوته من العراقيين الأوفياء كرد وعرب وغيرهم فإنني أدعوه أدعو الشيخ خبيس الخنجر أن يكون هو صاحب المبادرة الأولى ولتكن مبادرة الخنجر للم الشمل وأن يدعو الجميع للقاء تحت سقف الوطن في محافظة الأنبار فبيت الخنجر والبعيسة الكرام هم عراقيون أصلاء بسنتهم وشيعتهم وهذا الواجب الوطني لا يستطيع الآن أن يقوم به إلا رجل حكيم وعراقي عايشة وعاش كل ظروف العراقيين وإن أهل السنة والجماعة هم مكون أصيل من أبناء العراق وإن الأنبار التي ضحت من يوم الاحتلال الغاشم في 2003 حتى التضحية الكبرى عند دخول الدواعش الإرهابيين لقادرة اليوم أن تكون هي خير ممثل لإرادة الشعب العراقي بقرار عراقي ينقذ الوطن سواء يتعلق الأمر بالاستجابة الضرورية لأهداف ومطالب ثورة تشهرين السلمية ومن ثم ثورة عاشراء السلمية ولهذا أدعوه كمواطن أن يطلق الآن هذه المبادرة الوطنية للبحث في إمكانية تنفيذ مطالب الشعب العراقي دون تدخل خارجي فنحن لا نحتاج أن تضم لقاءاتنا الوطنية أي قوة ولا نحتاج لمشورة سفارة إيرانية أو أمريكية أو غيرها فاتجهوا إلى بيت الوطن إلى الأنبار لتحفظوا سيادة العراق ولتحفظوا إنقاذ الوطن هذه هي رسالتي إليكم في هذه الليلة أما رسالة الأخرى فإنني أدعو الأخ الرئيس محمد الحلبوسي أن يعمل جاهدا بعد خطوته المبارك اليوم فكان أول الرؤساء للسلطات التنفيذية والتشريعية الذي يدعو إلى حداد وطني لمدة ثلاثة أيام ترحما على أرواح شهداء ثورة عاشراء السلمية فإنني أدعوه صادقا أن يتولى هو مسؤولية الوفاء لأرواح شهداء الثورة بدءا من أن يكون هذا المجلس ليس باسم النواب وإنما باسم الشعب العراقي وأن يطلق على المجلس بقرار من مجلس النواب باسم بيت الشعب مجلس الشعب ثم أن تقام في هذه الحدائق التي كانت ثائرون على مدى شهر كامل يعبرون فيها عن مطالبهم السلمية باسم كل العراقيين لا فئة ولا قومية ولا جهة ولا طائفة أن تقام حديقة باسم شهداء العراق شهداء ثورة عاشراء وأن تزرع فيها أشجار وأن توضع علامات بأسماء الشهداء جميعا كل شهيد تقام له شجرة لتكون هذه مزارا لكل زائر لمجلس الشعب من كبار الشخصيات في مختلف أرجاء العالم عندما تأتي إلى بغداد وأن تكون عبرة وتذكرة لكل نائب يصعد إلى مجلس الشعب بأن يتذكر أمامه دماء الشهداء وأن التضحية حية لا تموت لأن العراق هو شعب التضحية التي جبل عليها منذ آلاف السنين وأن يكون أيضا هذا المزار مفتوحا أمام الجماهير جميعا وأمام عوائل الشهداء لتزوره دوما فلا حاجة إلى الصبات ولا حاجة إلى المتاريس ولا حاجة إلى حمايات فالسياسي إلا لم يحمه شعبه لن تحميه أي صبات أو أي قوة مهما كانت شرقية أو غربية أو مدججة بالسلاح